لم يكفها أنها سيطرت على جميع مفاصل الدولة العراقية وحولت البلاد إلى حديقة خلفية لها تريد الآن أن تحكم قبضتها على سوق النفط العراقية بشكل كامل هذا ما تسعى إليه إيران بحسب موقع أويل برايس هربا من العقوبات الأمريكية الموقع الأمريكي أوضح أن إيران قامت خلال الأسابيع الماضية بسلسلة تحركات بهدف تأمين تهريب نفطها من خلال العراق وإرساله إلى أي مكان في العالم مستغلة صعوبة التمييز بين نفطها والنفط العراقي عقبات ترويجها منذ سنوات بوجود ما تسميه حقول النفط المشتركة والتي يبلغ عددها سبعة حقول رئيسة تحتوي على عشرات المليارات من براميل النفط ومن تلك التحركات قيام وزارة النفط الإيرانية بإنشاء مكتب لها وسط بغداد فيما أصدرت وزارة النفط في حكومة السوداني المشكلة من قبل الإطار التنسيقي تعميما لجميع الشركات العراقية للتعامل مع الشركات الإيرانية بمشاريع النفط والغاز العراقي موقع أويل برايس أكد أن طهران تقوم بعمليات حفر مائل لمسافات طويلة بجانب الحدود العراقية لسحب كميات نفط هائلة من الخزانات الموجودة داخل الأراضي العراقية أساسا وهو ما يعيق على الخبراء الدوليين تمييز النفط الإيراني من العراقي طموح إيران لتهريب نفطها لم يتوقف عند استخدام ناقلات النفط الكبيرة في موانئ البصرة فحسب بل تعدى ذلك لوضع خطط بشأن خطوط الأنابيب الممتدة من العراق إلى الأردن وسوريا وصولا إلى أوروبا وأمام هذا كله لا يجدوا كلاء إيران في العراق حرجا في تعريض البلاد واقتصادها للعقوبات الدولية إذ إن كل ما يهمهم هو خدمة المصالح الإيرانية بينما الشعب العراقي يدفع فاتورة هذه التبعية